اول نصيح هقولها لك قبل ما ابدأ الفيديو ما تستناش الفيديو الاولاني اللي انت نزلته من 6 ثواني يجيب مشاهدات بص سيبك منه نزل خلاص بقاله دقيقة جاب مشاهدة ما جابش ابدأ على طول في الفكرة الجديدة والفكرة الجديدة هي النشرة الاخبارية لصانع المحتوى لشهر ستمبر ستمبر عايز اقول لحضرتك ان انا مش جاي اتكلم عن اي كلام اطلاقا انا جاي هنا انتقد اليوتيوب في اختياراته لان اليوتيوب زي ما حضرتك عارف بيختار بصورة شهرية منشئ محتوى يسلط الضوء عليه ولكن لما جاي ادخل على منشئ المحتوى اللي اليوتيوب بسلط الضوء عليه لقيه تمانية واربعين الف مشترك ومنزلش اصلا بشكل مستمر ومشغال بالطريقة الصحيحة على اليوتيوب ولا مهتم بعنوان ولا مهتم بوصف ولا مهتم بكلمات مفتاحية ولا مهتم بغلاف ولا بصورة ولا باسم قناة وفي الاخر اليوتيوب يدعمه هنا حنبدأ ندرك ونبص قدام عينينا ونسأل نفسنا سؤال مهم جدا هو اليوتيوب بيكترح الشعر الحلو ولا منشئ محتوى قيم بيقدم نصايح ومحتوى افضل لكن مدونة الفيديو التي تنشر عن اسلوب الحياة وهي تعرض للجمهور جميع تجاربها سواء كانت تقدم نصيحة عن الموضة او تبحث عن افضل قهوة هو ايه الدنيا في ايه هو اليوتيوب بيعمل ايه ده انتقاد لادارة اليوتيوب في اختيار منشئ المحتوى الصاعد وفي ناس افضل من كده بكتير جدا من اجل دعمها وتسليط الضوء عليها وانا عن نفسي لو انت ماشي بالشكل ده ففي ناس بطلت يوتيوب اصلا بسبب ايه بسبب اليوتيوب بيعملوا يعني قناة بالشكل ده بتقدم محتوى بالشكل ده والمطلوب ده لم يتم تسليط الضوء عليها ولكن اللي تم تسليط الضوء عليها قناة بتدور على افضل قهوة وبتقدم محتوى بدون صورة مصغرة محترفة ولا عنوان قيم ولا صورة كلام انت بتقول كلام في الموقع بتاعك والاسئلة الشائعة واحنا قدام عينينا بنشوف كلام تاني خالص حنبدأ نشوف ونقرأ مع بعض الاطلاع على اخر الاخبار لهذا الشهر انشاء الفيديوهات التي يحبها الجمهور وده عامل مهم جدا ليك يا فندم من اجل حصول على المشاهدات يعني ما تعملش الفيديوهات اللي حضرتك بتفكر وتدور عليها لا اعمل الفيديوهات اللي الجمهور بيحبها وبيدور عليها طيب دي اجيبها منين حضرتك عندك في لوحة البيانات حاجة اسمها الاحصائيات والاحصائيات في حاجة اسمها الجمهور والجمهور لو حضرتك ضغطت عليها هتنتل تحت الفيديوهات التي تساهم في توسيع القاعدة الجماهرية ليك هنا ولسه هنتكلم عليها بشكل افضل الفترات اللي جاية نمرة اتنين اصبح من السهل الان حماية فيديوهاتك وهنا اليوتيوب بيتكلم معاك في رقم اتنين على حوة طبع النشر والمحتوى المطابق خد بالحضرتك ده ما بيظهرش لأي قناة لازم تكون قناتك مفعالة ربح الفتر الاخيرة ما عرفش في تطورات ولكن الاول ما كانش بيظهر غير للمحتوى او للقناة المفعالة ربح انشاء فيديوهات قصيرة وزي معرفنا اليوتيوب لو كح كحتين ما بين الكحة الاولى والتانية حيقولك انشئ فيديوهات قصيرة فانا وجهة نظر الشخصية مختلفة عنك بنسبة 100% يوتيوب هنا بقى نيجي الرقم 3 واليوتيوب بقول لحضرتك ياعمل حاجة اعمل حماية لحسابك تأكد من التحقق بخطوتين من ايميل الاسترداد ولو انت عايز تعرف ازاي تحمي حسابك بشكل كامل اصبر علشان هعملك سلسلة قوية وجامدة جدا 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 بتوضح ليك السليب الحماية من الالف للياء لازم تعرف ان فيه اكتر من اسلوب للحماية وفيه اكتر من طريقة للتحقق بخطوتين وفيه اكتر من طريقة لاسترداد الحساب علشان لو حضرتك عامل طريقة واختفت منك يكون عندك الطريقة التانية وده هتلاقيه في المتوحد فكرة الانضمام الى منتدى صناعة الفيديوات القصيرة اهتم بالموسيقى خلي الفيديو بتاعك قليل اطلع وعمل حركتين شوية نصوص تيجي يمين شمال حاجات انا وجهة نظري برضو مختلفة في الفيديوات القصيرة وفعلياتها واذا حضرتك تعملها وان قناتك لو لو كان المصدر الاول لها في المحتوى والاحصائيات هنا والمحتوى ده وكان المصدر الاول لها في الاقتراحات مثلا فيديوهات دي هنا الشورتز فانا اتوقع لحضرتك نجاح باهر في الشورتز لو بتنزل بشكل مستمر وعمل موسيقى وبتنزل فيديوات كتير جدا الشورتز سهل جدا انك تنتشر فيها واخيرا اتكلمنا عن عدم عدل اليوتيوب في اختيار منشئ محتوى صاعد وتصليل الضوء عليه كانها معاك اخو المتواحد فكرة اللي بتكلم معاك على ادق التفاصيل اللي ممكن تشوفها وتقراها قدامك ده كله حاجة والخمسة ولا ست شوروت ده حاجة وهنا بقى اليوتيوب بيبدأ يقولك قناتك عملت ايه في الشهر ده جابت ستة الاف تسعمائة دات وعشين مشترك جابت لك 751 الف مشاهدة جابت لك اتنين مليون ومائة الف دقيقة مشاهدة كان معاكم محكو المتواحد فكرة اللي دائم من خدمتك ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمتابعة كل ما هو جديد بخصوص عن الربح من اليوتيوب ومعرفة خيرجميات اليوتيوب وانك تتعلم صح هنا في المتواحد فكرة بقى هتتعلم يوتيوب بالطريقة الصحيحة شكرا